بسم الله الرحمن الرحيم نستمر في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونبقى مع الوحدة الأولى مقدمة عامة في تقييم وتشخيص صعوبات التعلم مع الدرس العاشر قياس وتشخيص الأداء الأكاديمي الجزء الأول والتخصيل الأكاديمي هو جزء من مجالات التقييم الأساسية طبعا قياس وتشخيص الأداء الأكاديمي فيه نتناول كيفية أداء الطفل في المهارات الأكاديمية الأساسية كالقراءة والحساب والكتابة يعني ثلاثة عندي القراءة الكتابة والحساب طبعا هنا يتم تشخيص الأداء الكاديمي بطريقة فردية عادة ومن ثم يقارن أداء الطالب في المهارة المقاسة بأداء الزملاء لمعرفة موقع النسبي بينهم لما لهذا الأمر من أهمية في التخطيط لعملية التدريس وهنا سنتناول تشخيص جوانب الأداء الأكاديمي مثل ما تكلمنا في القراءة والكتابة والحساب أو الرياضيات كلا على حدة سنتكلم هنا عن قياس وتشخيص القراءة طبعا يركز قياس وتشخيص القراءة على أمرين أولا صحة القراءة وثانيا الاستيعاب القرائي ينبغي اختيار قوائم من الكلمات ونصوص مناسبة للطالب مشابهة ومتوازية في صعوبتها ومحتواها مع تلك التي ضمنها المنهاج المدرسي حتى نستطيع قياس صحة القراءة أو الاستيعاب القرائي هنا من أشكال تقييم القراءة طبعا يأخذ شكليا إحداهما مقنن والآخر غير مقنن أما التقييم غير المقنن فسنتكلم فيه عن القراءة الجهرية وهنا في القراءة الجهرية تتيح لنا المفردات والنصوص فرصة للتعرف إلى الأخطاء التي يقع فيها الطالب من مثل نطق أصوات الحروف وتحديد مدى طلاقة وصحة قراءة الطالب وطريقة التعامل مع الكلمات وطبيعة الكلمات التي يخطئ في قراءتها من حيث عدد مقاطحها أو أطوالها ومدى معرفة الطالب بالكلمات البصرية الكلمات التي مثلا يتكرر روتا في الكتاب المدرسي وكذلك التعرف إلى الكلمات التي يحدث فيها تشويها أثناء القراءة من إبدال أو حذف لبعض حروفها بالإضافة إلى التعرف إلى أخطاء الإضافة والحذف إجابة أسئلة نص هنا نهدف لتشخيص الاستيعاب القرائي فينبغي على الطالب إجابة الأسئلة التي تتخلل النص القرائي وذلك من أجل تحديد قدرة الطالب على الاستفادة المباشرة من فهم الأفكار وتحديدها إعادة السرد هنا في أعادة السرد نستخدم هذا الأسلوب التقييمي إذا كان النص المقروع قصة أو موضوعا تاريخيا وفي هذا الأسلوب يطلب من المفحوص أن يعيد سرد النص الذي قرأه أو استمع إليه من الفاحص وهذا الأسلوب مفيد في تشخيص القدرة التعبيرية أو القدرة على الاستيعاب القرائي أو يمكن من الاستفادة في معرفة قدرة المفحوص على معرفة تسلسل ومقدمة وخاتمة والشخصيات الرئيسية والثانوية وغيرها من العناصر التي تحتويها القصة أخيرا نتكلم عن الإغلاق في هذا الأسلوب نعطي المفحوص نصا جديدا ونطلب منه قراءته ثم بعد ذلك نقوم ببناء اختبار إغلاق بالاعتماد على النص الذي قرأه الطفل وذلك بأن نقوم بحذف عدد من الكلمات توضع بدلا منها خطوطا متساوية في الطول لتلك الكلمات ثم يطلب من الطفل ملئ الفراغات بالكلمات المناسبة كتابة أو لفظا وعند حذف الكلمات تترك الجملتين الأولى والأخيرة مكتملتين فلا يحذف منهما أي كلمة واحدة من باقي الجمل نحذف من كل جملة نحذف كلمة واحدة فقط وفي العادة تكون الكلمة المحذوفة السابعة أو الثامنة أو التاسعة في هذا الأسلوب يمكن التعرف إلى استيعاب المفحوص للنص القرائي بالدرجة الأولى كما يمكن أن يفيد في قياس ذاكرته وقدرته الدلالية كما يمكن التعرف إلى أخطاء التهجئة والإملاء إلى أخطاء النسخ عندما يطلب من الطفل أن يملأ نص الإغلاق كتابة